أعلنت سفارة مملكة البحرين في الرياضة عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على موقع تويتر أنها تتابع باهتمام الحادث الذي وقع فاجر هذا اليوم لعائلة بحرينية بمنطقة القويعية ما أدى إلى وفاة ثلاثة مواطنين وإصابة أربعة آخرين وتقوم السفارة بالإجراءات اللازمة هذا وقد تؤفي ثلاثة حجاج بحرينيين وأصيب أربعة آخرون في حادث مروري بمحافظة القويعية بالمملكة العربية السعودية أثناء عودتهم إلى البحرين بعد أداء مناسك الحج في ساعة مبكرة من صباح اليوم هذا ويتابع مندوب لسفارة مملكة البحرين فالرياض حالة المصابين في المستشفى التي نقلوا إليها والوقوف على إجراءات نقل الجثامين وللقاء المزيد من الأطواء حول هذا الحادث معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة السيد طارق النصف مستشار في سفارة مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية سيد النصف بداية تعزينا لأهالي الضحايا وأمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل هل لك أن تطلع السادة المشاهدين وتطمنهم على حالة المصابين؟ صورة وقوع الحادث أبلغت السفارة بوقوع حادث بليخ لمواطنين بحرينيين هددهم سبعة أفراد انقلاب من جانب واحد من طرف واحد نعم ومكتبات توجيهات معالي الشيخ خالد بن أحمد بن أحمد الخليفة ووزير الخارجي المؤكر بتقديم كل ما يمكن تقديمه من خدمات لجميع المواطنين وبتعليمات من ساعدة السفير الشيخ أحمد بن أحمد بن أحمد الله الخليفة أو فدت السفارة مسؤول الشؤون القنصلية من الإطلاع على آخر المسجدات ومتبعات الإجراءات أولاً بأول تبين انقلاب السيارة بعدد سبعة أشخاص نتج عن وفاة ثلاث أفراد وأربع إصابات إصابتين كسور وكدمات وإصابتين إن شاء الله بإذن الله اليوم إن شاء الله بتعوم المستشفى نعم سيد طارق إذن الإصابات هي ليست بليغة رحم الله المتوفين لكن الإصابات متوسطة إصابتين كسور وكدمات طيب سعادة سيد طارق هل من نصائح من الممكن أن تقدموها خصوصاً للحجاج العايدين من مكة المكرمة أو المدينة المنورة إلى أرض المملكة مملكة البحرين النصائح إذا كان عن طريق البر في السيارة فموجد مؤسسة يشعر بأي تعب عليه أن يتوقف في منطقة آمنة ويأخذ راحة لا يواصل يقول لا أنا قريب من البحرين وكذا وكذا وخلينا أكسب الوقت لا المهم الراحة إذن السيد طارق النصف المستشار في سفارة البحرين لدى المملكة العربية السعودية شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك